موسيقى السلام عليكم من قناة الاخبارية السورية اهلا بكم الى النشرة الاقتصادية اكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على اهمية التكامل والتنسيق بين الحكومة ومكونات القطاع الاقتصادي التي تشكل رافعة اساسية للاقتصاد الوطني موضحا ان الحكومة مستعدة لاتخاذ الاجراءات واصدار القرارات وتعديل تشريعات لازمة للارتقاء بواقع عمل الاتحادات لتحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية التفاصيل في التقرير التالي اكد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اقتصادي متخصص جمع غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرافيين والمصدرين ان الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكا اساسيا في عملية التنمية ولم تعد تقبل بوجود خلال في اليات العمل المشترك بين الحكومة ومكونات هذا القطاع الهام واكد المهندس خميس ضرورة الارتقاء بالعمل الجمعي في عمل الاتحادات لتكون شريك حقيقي في عملية التنمية من خلال وضع برامج وخطط لتطوير القطاع الاقتصادية مشيرا الى اهمية وضع رؤية مستقبلية للعمل ودراسة اهداف الاتحادات والمنتسبين اليها ومدى مساهمتهم في تطوير العمل والمشاركة في عملية التنمية لا بد اليوم ما نتكلم بصراحة ونضع خريطة عمل للأيام المستقبلية تضمن عملنا وتضمن بلدنا وتضمن اقتصادنا وتضمن تحقق على الاقل نكون نحن نتكامل في النصر اللي صنعوا قواتنا المسلحة بعد حب سنوات لا يعقل ان نكون نحن في الواقع الاقتصادي متأخرين او نكون فعلا لسنا بالمكان الصح فانا اليوم الاجتماع حابه وفعلا حابه يكون فيه الحميمية هي السائدة الصراحة هي السائدة والشفافية هي السائدة لانه ان نتكلم الواقع الصعب الف مرة ان نعيش بأهم مريح وبين رئيس مجلس الوزراء اهمية اشتراح اليات تطويرية لحسن ادارة الموارد والحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الاتحادات والفعاليات لتحقيق المصلحة العامة مبديا استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة للبدء بالعملية الانتاجية في جميع القطاعات ومعالجة صعوبات العمل وتركزت المناقشات خلال لقاء حول عدد من القضايا اللازمة لتطوير آليات العمل وتجاوز العقبات وتجلت في ضرورة فتح المعابر الحدودية مع العراق ووضع حد للتهريب وتخفيض اسعار الكهرباء للصناعيين ومعالجة موضوع الترخيص الادارية وملف القروض المتعثرة وتعديل التشريعات النظمة للعمل في الاتحادات بالجانب الزراعي تم طرح عدد من المواضيع التي خصت تشجيع بعض النشاطات الزراعية كتشجيع زراعة النباتات الطبية بغرض التصنيع وبالإضافة إلى تشجيع موضوع قطاع صناعة الدواجن وموضوع يتعلق بتشجيع تربية النحل وتأمين مستلزمات الإنتاج لهذا النشاط الزراعي الأهم طبعا كل هذه الرؤى والمقترحات ستصب بنتيجة موحدة تهم تطوير الاقتصاد الحقيقة هذا النوع من الاجتماعات هو إجمالا بيخلينا نعيد النظر بقرارات موجودة عنها قائمة منطورها بالاتجاه الصحيح والجميع كل الموجودين يتمنوا وتمنياتهم وتموحهم هو الاقتصاد الوطني ونهضة الاقتصاد الوطني وخصوصا في هذه الظروف التي نمر بها نحن كاتحاد مصدرين عرضنا رؤيتنا وعرضنا بعض المشاكل التي تعاني منها وكانت في طرح خاص كان من ناحية فتح مراكز تصديرية بالدول الصديقة تفعيلها وكانت تجاوب كبير من سيد رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء المعنيين كان عندنا طرح كما من موضوع مكتب تدخل السريع عادة تفعيله لحل المشاكل الإجرائي فيما يتعلق بالمنافس الحدودي وما يتعلق بالطروقات كان هذا المكتب كان يتبعي وزارة الاقتصاد إلى فترة بجمد تقتلحنا أن تلتبط برأس مجلس وزراء الاجتماع خلص إلى ضرورة توحيد الرؤى والعمل الجماعية وإنشاء مجلس إدارة للاتحادات لرفع مستوى التنسيق ومعالجة مشاكل ما بعد الإنتاج خاصة التسويق استهلاك المنتجات الزراعية وإصدار السجل الزراعية وتفعيل عملية التصنيع الزراعية وتبسيط إجراءات التصدير وإنشاء مراكز الصادرات في الدول الصديقة وتقديم قروض المواد الأولية اللازمة للحرفيين وتسهيل نقل المنشآت إلى أماكن آمنة التقطت الدكتورة هدي عباس رئيس مجلس الشعب وفدا من نقابة المهندسين المصريين برئاسة نقيب المهندسين في مصر طارق النبروي تخلل اللقاء تأكيد على العلاقات المتميزة بين الشعبين السوري والمصري والتعاون بين البلدين في جميع المجالات ودعم توافض الشركات الهندسية المصرية إلى سوريا بالإضافة إلى التأكيد على مضي دولة سوريا بالعملية تنموية رغم ظروف الحرب وما أفرزته من تداعيات لتطوير الأعمال بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة كما نستطيع كنقابة المهندسين المصرية سنقدمه لدعم الشعب السوري ومتضامنين مع زملائنا الأعزاء في نقابة المهندسين السورية سنقدم أيضا كل التعاون وكل المعاونة إحنا في هذه الزيارة طبعا وقعنا بروتوكول تعاون إن شاء الله يكون له آثار ملموسة في تطوير العمل الهندسي ودعم المشروعات الإعمار في سوريا إن شاء الله أهم من هذا وذلك هو تضامن الشعبين والتحاور والمشاركة الوجدانية في العمل الوطني في الفترة القادمة هذا ما اتفقنا عليه وبإذن الله سيكون هناك برامج مكسفة في الفترة الجاية لتفعيل هذا الاتفاق وهذا البرتوكول أكد المدير العام لمؤسسة مياه طرطوس أن إدارة المؤسسة تعمل على تحسين عامل الاستثمار لعدد من المشاريع بهدف استجرار أكبر كمية مياه من المصدر بأقل تكلفة وأسرع وقت مدير المؤسسة أوضح أنه تم تخصيص ثمانمائة مليون ليرة في الخطة الاستثمارية للعام الحالي لافتا إلى أنها غير كافية لتقطيع مشروعات المؤسسة التي بدأ العمل بها في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة ارتفاع أسعار جميع المواد الأولية وزيادة أجور الأيد العاملة انتهت عملية زراعة محاصيل الحبوب الشتوية القمح والشعير والبقوليات الغذائية في محافظات الحسكة مدير الزراعة والأصلح الزراعي في المحافظة أوضح أن المساحة المزروعة بمحصول القمح المروي بلغت 105500 هكتار بنسبة تنفيذ بلغت 35% فيما بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح البعل 341 ألف هكتار بنسبة تنفيذ 77% وبذلك تكون نسبة زراعة القمح في المحافظة وصلت إلى حدود 60% وقعت شركة شال العراق عقداً لتطوير حقل نفطي خلال عامي 2018-2019 بالإضافة إلى قيامها بحفر آبار تطويرية وتنفيذ أعمال تأهيلية لآبار الحقل المستشار الأعلامي للشركة أكد أن عقداً لتطوير الآبار في حقل مجنون النفطي قد وقع بحضور ممثلي شركة نفط الجنوب وشركة هالي بورتون التي ستنفذ إطار العمل المتفق عليه مع شركة شال العراق والتي أثبتت إنجازها لنظام حفر فعال وقف لتوفير الوقت والكلفة أكد رئيس شركة ETR الأوروبية لصناعة الطائرات أن المفاوضات بشأن سفق مع إيران لشراء 20 طائرة ركاب للمسافات القصيرة اكتملت وأن توقيع العقد بات وشيكاً مسؤولون إيرانيون أكدوا أن العقد يتضمن شراء 20 طائرة بقيمة 400 مليون دولار وأن إيران وقعت عقوداً مع شركتي إيرباس وبوينغ لصناعة الطائرات العام الماضي بغيت شراء نحو 180 طائرة في أكبر صفقة تجارية تبرمها طهران مع الغرب منذ عام 1979 انتقالاً مشاهدين إلى أسعار العملات بحسب النشرة الرئيسية للمصرف المركزي الدولار سجل أو بقي في شركات الصرافة عند 517 ليرة و 42 قرشاً اليورو 550 ليرة و 46 قرشاً في أسواق الذهب العالمية أنصة الذهب عالمياً سجلت 1211 دولار و 30 سنة للأنصة محلياً 17700 ليرة لعيار 21 15172 ليرة لعيار 18 أما في أسواق النفط العالمية خام برينت سجل 55 دولار و 49 سنة للبرميل الخام الأمريكي 52 دولار و 42 سنة للبرميل مشاهدين هذا كان كل ما لدينا في الاقتصاد